السلام عليكم أساطير HD Action بطل في الميناء يا أسطورة بيدخل السجن مكان زعيم العصابة اللي شغال عنده علشان يحمي ابنه لكنه بيخرج والغضب مالي قلبه وعاوز ينتقم لأنه اكتشف سر خطير وبيبدأ في الميناء النهاردة مع عصابة مسكين واحد بيعزبوه وبيبقى ماكس زعيم العصابة ماسك عصاية بيسبول وفرانك المساعد بتاعه بيعلمه يضرب الكرة في وش الراجل ازاي لكن ماكس بيطلعها برا وبيطلع فرانك وصاحب ويل يدوروا على الكرة برا وبيجبها فرانك وبيدخل لكنه بيتصدم لما بيلاقي ماكس بيضرب الراجل بعصاية البيسبول وبيخلص عليه بطريقة شنيعة وبعد 19 سنة بنشوف فرانك كبر في السن وبيكون مسجوم من ساعة اللي حصل والدكتورة بتكشف عليه لأنه عنده حالة من الأرق القاتل وبتخليه ما ينامشي الفترات طويلة وبسبب المرض ده الشرطة بتديله إذن بالخروج وقبل ما يخرج فرانك الدكتورة بتديله علاج ياخده لما يحس بتعب أو بهلوسة بعدها بيرجع ياخد صورة مراته وابنه اللي معلقهم في القوضة وبياخد متعلقاته من الخزنة وبيخرج من السجن وبيفضل ماشي في طريق فاضي لحد ما بيلاقي واحد جاي عليه من بعيد وبيفرح جدا أول ما بيلاقي جوي ابنه اللي سابه وهو طفل ودلوقتي بقى فريعان شبابه لكن جوي بتبقى حياته متضمرة أصلا بعد ما باع كل اللي وراه واللي قدامه علشان يسد الديون اللي عليه المهم بيمشوا مع بعض لحد الصبح وبيوقف فرانك يشرب قهوة وهو مستمتع بالهوى وبيبقى مستمتع جدا لأنه واقف مع ابنه بعد كده بيركبوا تاكسي وبيروحوا على بيتهم القديم حتى بعد ما بيعرف فرانك من جوي إنهم باعوا البيت من سنين ولما بيوصلوا بينزل فرانك الواحده وبيتسحب من غير ما أصحاب البيت يشوفوه وبيدخل الحديقة اللي ورا البيت وبيلاقي في القوضة اللي كان بيلعب فيها مع جوي صورة لي وهو مسك عصاية البيسبول وبياخد الفس وبيحفر في الأرض وبيطلع خزنة مدفونة فيها 450 ألف دولار وعليهم عصاية البيسبول اللي كان ماكس موت بيها الراجل زمان وأصار الدم لسه عليها وفي الغالب الفلوس دي تمن سجنه طول السنين دي بعدها بيخرج معه شنطة الفلوس وبيركب التاكسي وبيوري جوي الصورة بتاعته وبيفضلوا يضحكوا وبيفتكروا أيام زمان وساعتها فرانك بيقرر إنهم لازم يستمتعوا بالفلوس وعلى طول بيروحوا على فندق فخم جدا لكن هنا جوي بيعرف إن أبوه خاد الفلوس اللي ماكس دهاله وبيبقى عاوز يسيبه ويمشي لكن فرانك بيتحايل عليه وبيطلع له صورة أمه وبيعرفه إنها كانت بتيجي تقف معه قدام الفندق ده زمان وأمنية حياتها إنها تقضي يوم فيه فبيوافق جوي وبيطلع مع فرانك اللي بيحجز غرفة ملكية وبيبقى فرحان وهو بيلف في القوضة لكن جوي ما بيبقاش مبسوط لإنه عارف مصدر الفلوس اللي بيصرفوها وبالليل فرانك بياخد شاور وبيفتكر كل اللي عادة من حياته بس بعدها بيلبس بادلة وبيحط الفلوس بتاعته في خزنة وبينزل علشان يتعشى هو وجوي وبيبقى مبسوط إنه قاعد مع ابنه وبيديله المينيو علشان يختار اللي هو عاوزه لكن جوي بيقوله إنه مش حابب يأكل من فلوس حرام وبيسيبه وبيروح للحمام وفي نهاية اليوم بيطلعوا اللي اتنين يناموا وبيقلع جوي هدومه كلها لإنه ما عندوش أي هدوم غيرها فبيطمنوا فرانك إنه هيشتري له هدوم بكرة وبيطلع له من الشنطة عصيان البيسبول اللي صنعهم زمان وبيفكروا لما كان بيحب يلعب بيهم لكن جوي بيقوله إنه ما بقاش يحبها وده طبعا بيزعل فرانك وبيخليه بوصله ويفتكره لما كان طفله وبيلعب قدام عينيه بس جوي بيقطعوا وبيسألوا إذا كان في نيته الانتقام من ماكس ورجالته على شنس جنو ولا لا فبيرد عليه فرانك إنه هينسى اللي عدة ومش هيسمح لحد إنه يبعدهم عن بعض تاني لكنه بيخلي جوي ينام وبيخرج بالليل يروح لواحد من أصحابه القدامى اللي كان بيشتري منه السلاح لكن بيلاقي شوية شباب صغيرين مسكين أسلحة وبيهددوا إنهم هيخلصوا عليه بس الزعيمة بتاعتهم بتطلع له لما بتعرف إنه صاحب أبوها وبيدخل معاها فرانك يتكلم معاها وبيعرف إن أبوها مات من ست سنين وإن هي اللي مدورة الشغل من بعده وبتدخل معاها تجيب له رشاش وكاتم صوت ومسدس من اختياره ولما بيجي عندهم في الشنطة بيشوف طفل صغير بيبص عليهم فبيخليه يدخل وبيدي له عصاية بيسبول هدية لما بيعرف إنه حفيد صاحبه بعد كده بيروح للحانة بتاعت ويل وبيقعدوا مع بعض وبيفتكروا أيام زمان وبيطمن فرانك عليه هو وأسرته وبعدها بيقوله إنه عرف إن ماكس مات من ست سنين فبيقوله ويل إن جات له جلطة قبل ما يموت لكن فرانك بيبقى عاوز ينتقم منهم كلهم بما فيهم جيمي وصاحبه اللي بلغوا عنه بأمر من ماكس فبيعرفوا ويل إنه ما شافش حد منهم من زمان لكن فرانك ما بيصدقهوش وبيهدده بالمسدس بس بيهدى بعدها وبيتأسف لويل وبيقوم يدخل للحمام وبيبص في المراية وبيتخيل اتنين بيضربوا واحد وبيخلصوا عليه وده كله بسبب تأسير إلة النوم عليه في نفس الوقت بيطلع ويل مسدس يحطوا جنبه لإنه خايف من فرانك بس فرانك بيخرج يفكروا إنه أنقذوا أكتر من مرة زمان ساعتها ويل بيقوله إنه ما يعرفش حاجة عن جيمي وصاحبه فعلا لكنه هيساعدوا يوصلهم بعدها بيرجع فرانك الفندق وبيتسحب وهو داخل للقوضة علشان جوي ما يحسش بيه وبيبقى تعبان جدا ونفسه ينام لكنه ما بيعرفش وعلشان كده بيطلع علبة المهدق من الدرج علشان ياخد حبايا لكنه بيفضل يقضي وقته مع جوي بس بيلاقيه مش موجود فبيلف في القوضة ينادي على لبس صوت عالي جدا لحد ما جوي بيفتح الباب وبيدخل وبيعرفه إنه كان بيشتري حاجة وبيقوله إنه كمان مستنيه جبله الهدوم زي ما وعده ورغم إن فرانك مجهد جدا ومنامش إلا إنه بيلبس وبينزل يشتري الجوي الساعة اللي بيحلم بيها وبيشتروا بدل من أفخن مكان وتليفون أحدث موديل وعربية فراري كمان وبيسوق فرانك العربية بطريقة جنونية وبيبقوا الاتنين مبسوطين جدا وبالليل بيقفوا يتكلموا مع بعض جنب العربية وبيشوفهم واحد بيشغل البنات بطريقة مش كويسة وبيبقى طمعان فيهم وبيطلع الكرت بتاعه لفرانك فبياخد فرانك الكرت منه وبيمشيه بعدها بيتكلم مع جوي وبيعرف إنه مرتبط ببنته على اسم أمه وبيفرح جدا لإنه كان بيحب مراته وبيقوله إنه هيعوضهم الاتنين لإنه حاسس بالزنب علشان سابوا زمان وما كانش في حد جنبه بس جوي بيتفهم الأمر وبيقوله طالما إنه معاه هو مش محتاج حاجة تاني وفي آخر اليوم بيروحوا على الفندق وبيشوف فرانك بنت بتعجبه جدا فبياخدها معاه وبيخرجوا يلفوا بالعربية شوية وبعد كده بيوصلها البيت وبعد ما بتمشي بيبص في ساعته وبيروح لمكان مشبوه قاله علي ويل وده المكان اللي جيمي موجود فيه وبيطلع فرانك الرشاش من الجاكت وبيخلي البنات اللي مع جيمي يخرجه لكن جيمي بيبقى على عكس المتوقع هادي جدا لحد ما بيقع بالسان وبيقول لفرانك إن ماكسي مستخبي ومن نظرات الغضب في عين فرانك بيفهم إنه ما كانش يعرف علشان كده بيزقوا بعيد وبيطلع يجري وبيستخبى لحد ما فرانك بيعدي وبيرش في عينه سبري وبيمسكوا الاتنين الرشاش وبيفضلوا يضربوا الرصاص في السقف وبعدين جيمي بيطلع يجري من الباب الخلفي وبيجري فرانك وراه وبيمسكوا وبيفضلوا يضربوا في بعض وبيوقع جيمي المسدس منه وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيوقاه على الأرض وبيسيبه وبيهرب منه وهو بيضحك ضحكة استهزاء بعدها بيرجع فرانك الفندق غضبان جدا وبيرمي علبة المهدق لما بيشوفها جوي وبعدها بيتصدم جوي علشان هو قاله انه هينساهم فبيقوله فرانك انه مش هيقدر يعيش وهم موجودين وده لانهم السبب ان جوي يبقى مدمن وبياخد الاسلحة في الشنطة وهيروح يخلص عليهم وقبل ما يخرج بيقوله جوي انه لو كمل في طريقه هيبعد عنه للأبد ورغم ان فرانك بيبقى قلبه بيتقطع من فرق ابنه الا انه قرر يختار الانتقام وبيعرف ان صاحب جيمي عنده محل جزارة وبيروح يطب عليه زي عزرائيل وبيترعب صاحب جيمي لما بيشوفه وبيترجق انه يرحمه لكن فرانك بيدربه طلقه في نص دماغه من غير رحمة وبعدين بيروح الحانة لويل وبيعزف على البيانه بتاعه وبيقعد ويل معه بيقوله ينسى اللي حصل ويعيش حياة طبيعية من غير مشاكل وبيعزمه على فرح بنته اللي هيبقى بكرة فبيعيده فرانك انه هيجي وبيسيبه وبيمشي في نفس الوقت ده بيكون جيمي عند صاحبه وبيعرف ان فرانك خلص عليه بعدها فرانك بيرجع الفندق يدور على جوي لكن ما بيلاقيش غير عاملة النظافة في القوضة وفجأة بتجيله التخيلات والهلوس وبيدخوا بيقع على الارض وبيبقى عاوز ياخد علبة المهدق اللي جانبه لكن ما بيقدرش يمسكها فبيطلع تليفونه علشان يتصل بجوي بس ما بيبقاش عارف يتعامل عليه ولما بينادي العاملة النظافة بتخاف انه يموت وبتطلع تجري لكنه بيقدر يقوم وبينادي على واحد من الروم سيرفز وبيخليه يتصله على جوي بس الخادم ما بيلاقيش عليه اي ارقام وقبل ما يخرج بيطلب منه فرانك انه يبحث له عن دور الرعاية اللي موجودين في المدينة كلهم مقابل خمسمائة دولار وطبعا الخادم بيوافق وبيقعد يبحث عنهم وبيقعد فرانك جانبه وبيحكيله انه عنده قرى قاتل بيخليه ما بيعرفش ينام وانه لو فضل على كده الفترة طويلة هيموت وبتكون حالته النفسية سيئة جدا لكن بيقطعهم بنت بتخبط على الباب وبتقوله انها تبقى البنت اللي خرجت معاه بس لما بيفتح الباب بيلاقيها واحدة تانية فبيتخانق معها وبيطردها من القوضة وما فيش ثواني وبيلاقي الشخص اللي بيشغل البنات بيتصل بيه وبيعرفوا ان البنت دي تبقى تابعه وبعدين بيطلع يخبط على الباب وبيدخل يهدد فرانك بالمسدس انه هياخد الفلوس طالما البنت دخلت القوضة فبيروح فرانك يطلع له رزمة فلوس من الخازنة وبيمدي ايده علشان يدهاله وبيمسك منه المسدس وبيحطه في دماغه وبيهدده انه لو ما بعدش عنه هيخلص عليه هو وكل اللي بيحبهم في حياته وبيضربوا بالرجل وبيرميه برا القوضة في نفس الوقت ده بيكون الخادم جمع له اسماء دور الرعاية بأماكنهم فبيشكروا فرانك وبيدلوا الفلوس اللي وعدوا بيها وبعد كده بياخد فرانك قيمة الاسامي وبينزل يدور عليهم علشان يعرف مكان ماكس لكن فجأة بيتصل بي جوي وهو بيعيط وبيبعت له العنوان بتاعه في رسالة فبيلف فرانك وبيروح على العنوان وبيلاقيه مكان مهجور وقاعد في المدمنين اللي بيبقى جوي من ضمنهم وبيدور فرانك عليه لحد ما بيلاقيه وبيطلع الابرة من ايده وبيضغط على سيدره لحد ما بيفوق وبياخده وبيمشي وعلى طول بيرجعوا الفندق وبيقعدوا فرانك في الباني وبيفضلوا يتأسفوا البعض على كل حاجة حد فيهم عملها وبيبقى فرانك حاسس بالزنبه اكثر لانه كان فاكر انه هيتسجن خمس سنين وهيطلع زي ما محامي ماكسي كان قاله وكمان علشان قالوله انهم هياخدوا بالهم من مراته وابنه لكن اللي حصل غير كده خالص وتاني يوم بيطلب فرانك الفطار وبياخدوا لحد جي في السرير وبيقوموا ويفطر وبعد كده بيروحوا يزوروا قبر مراته وبيجيب لها وردي حطوا قدام القبر بتاعها لكنه بعدها بيتصدم لما بيشوف قبر جوي وبيعرف انه كان عنده هلاوس طول الفترة دي وانه كان عاوش لوحده وامنية حياته انه يعيش مع ابنه بعدها روح جوي بتروح تتكلم معاه وبتطلب منه يكمل حياته وينسى الانتقام لحد ما يبقى جنبهم علشان كده بيرجع الفندق يلم الفلوس كلها وبيروح عند البنت اللي خرجت معاه وبيديها اكتر من مئة الف دولار كشكر انها كانت بتعامله بطريقة لطيفة وكمان علشان تعايش ابنها الحياة اللي بيتمناها وبيعيط من الفرحة لما بيلاقي ابنها اسمه جوي على اسم ابنه وبيروح بقى للدار الاخيرة اللي ماكس محجوز فيها ومعاه دي في علبة طويلة لكنه ما خدش باله ان جيمي شافه هو داخل المهم فرانكي بيسأل المسؤولة عن ماكس فبتقوله انها فرحانة علشان حد يجي زوره من بعد اخر واحد كان بيجيله يقعد معاه وبتدخله القوضة اللي ماكس محجوز فيها وبتعرفه ان عنده جلطة وبعدين بتخرج وبتسيبه قاعد معاه وبمجرد ما بتخرج المسؤولة فرانكي بيفتح علبة الهدايا اللي بيبقى حاطت فيها عصاية البيسبول اللي عليها اثار دم الضحية وبيبقى عاوز يفرتك دماغ ماكس بيها لكنه بيقرر انه يسامحه وبيحطها بين ايده وبيخرج وبيطلع يتكلم مع المسؤولة وبيعرف منها ان ويل هو اللي كان بيزور ماكس دايما فبيطلع وعينه مليها الشر وعاوز ينتقم من ويل علشان كذب عليه لكن بيلاقي جيمي واقب مستنيه عند الباب وماسك رشاش وبيضرب عليه الرصاص فبيطلع المسدس وبيتبادل معه اطلاق النيران وبيستخبى ورا اليافطة بتاعت الدار وبيبص من فتحة صغيرة وبيلاقي رجل جيمي بينه من تحت العربية فبيضربه طلقه في رجله وبيرمي في الارض وبيروح يضربه طلقه في رجله التانية وبيتلزز وهو سمع صرخته من الالم وبيضربه طلقه في نص دماغه وبيخلص عليه وبيركب عربيته علشان يروح لويل لكن في الطريق بنلاقي تصب طلقه في بطنه بعدها بنلاقي ويل بيسلم على المعزيم وبيروح القوضة عند بنته لكن بيشوف اصحابها طلعين بيجروا وهما مرعوبين فبيدخل يتطمن على بنته وبيتصدم لما بيلاقي فرانك معاها وبيخليه يدخل وبيهدده بالرشاش انه هيخلص عليه وفجأة بتجيله الهلاوس من تاني وبتخليه شوف جوي وهو قاعد يتعاطى الممنوعات وبتبقى عينه مزغليلة بس شايف ويل بيقرب عليه فبيضربه طلقه في رجله وبيوقاه على الارض ساعتها بيعترف لويل ان جيمي هو اللي خلى جوي يبقى مدمن لحد ما منع عنه المخدرات فتعصب جوي وكان بيحاول يضربه لكن جيمي ورجالته كتفوه وفضلوا يضربه فيه وبعدين ضربه جيمي طلقه في نص دماغه فبيضل فرانك يعيط وهو بيلوم ويل علشان كمواصيه على جوي وبيقوم يقرب عليه وهو الغل ما لقلبه لكن على اخر لحظة بيفتكر طلب جوي وبيرمي الرشاش وبيخرج بس قبل ما يخرج بنت ويل بتضربه طلقه في كتفوه لكنها ما بتقصرش فيه وبيبصلها وبيخرج ساعتها الشرطة بتحاصر المكان وبتستنى الحد ما بيخرج وبيغربله بالرصاص لما بيلقوها يمسك المسدس اللي حطه في البنطلون وبيقع فرانك على الارض وهو ماسك سورة جوي وبيلاقي روحه جياله وبيقوله انه مستنيه وما فيش ثواني وبيفارق فرانك الحياة وبكده بينتهي فيلمنا يا أسطورة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD Action ترجمة نانسي قنقر